اشتركوا في القناة العادل والشامل مشيرا في الوقت ذاته الى استعداد المجلس لخوض الحرب في الدماليشيات الحوثي لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب كما قال ندرك تماما حجم التعقيدات التي نواقهناها ولكن لدينا من العزيمة ما قد يعيننا على تفكيك الالغام المزروعة في طريقنا في الوقت الذي نثق فيه بتعاون الجميع على المستوى المحلي والاقليمي والدولي لتنفيذ مهامنا الوطنية وفي المقدمة استكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وأوضح أن الوضع القادم استثنائي وعلى الجميع تحمل مسؤولياته وأن يكونوا عند مستوى التحديات مؤكدا أن التحديات كبيرة لكن تحقيق النجاح ليس مستحيلا وأن هناك التفاف سياسي وحزب مجتمعي حول تشكيل مجلس القيادة وهو ما يقعله أمام مسؤولية قسيمة لن يهرب منها تحت أي اعتبارات ولا طريق أمام المجلس غير النجاح فقط اشتركوا في القناة